لا هي شوف ميزة بما أنها ستبقى في الملعب فقط وقت المباراة لكن إذا تعدت هالشيء هذا لم تعد ميزة أو لن تكون ميزة بالعكس بتكون شيء سلبي وسلبي بشكل كبير يعني أنا كم مرة أشوف مقاطع أو أشياء نشوفها طبعا الناس يدولون هل أن كل شيء صاروا الناس يصورون يعني ما عدا يخفى شيء الناس مثلا يتكلمون على طفل صغير مثلا يجتمون عليه مجموعة من الإعلاميين يقعدون يعني يشذبون بالنادي أو بالطرف الآخر هذه الأشياء مهم مطلوبة ولا شك أن المدح ومعطاء كل ذي حقا حقه مطلوب لكن لا تعيب في الآخرين هذا المهم بحيث أنه لا تضايق الآخرين أي أن كان أنت صارك وهذا لابد أن تعمل حساب للآخر بأن هذه رياضة وأنت لن تستمر بالفوز وهذا اللي حنا ربين عليه أصلا يعني حنا أيام زمان مثل ما أقول لك الحين كنا نلعب المباراة اليوم بالليلة تلاقينا مجتمعين سواء حنا ولا اللاعبين ولا حتى العلاميين ببعضهم لكن غير اللي يحصل الآن لكن أن التنافس مطلوب طبعا مطلوب لولا وجود التنافس ما صار نصر وهلال وما صار أهل والاتحاد ما صار جميع دول العالم هالدربيات أو هالكلاسيكوهات الموجودة